الحياب مش لوحد روي بيتوريا اللي شكر السيد الرئيس على هذه الزيارة كمان قائد المنتخب المصري محمد صلاح أبدى سعدته الغامرة بدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليهم خلال هذا المعسكر وقال الحمد لله احنا عندنا تحسن كبير جدا في المنظومة الرياضية والجميع بيساعدونا في كل حاجة بنحتاجها ووعد السيد الرئيس ان اللعيبة حيكونوا يعني عند قدر المسؤولية وحيبزلوا كل مجوداتهم لإلفوز بهذا اللقب وبهذه البطولة وقال البطولة اللي فاتت ان احنا عملنا فيها اللي علينا ولكن لم نحصد البطولة للأسف ونشكر سياداتكم بيوجه كلامه طبعا السيد الرئيس على هذا الدعم وكذلك وزارة الشباب ورياضة والتحاد الكرة المصري وقال ان شاء الله الحقق شيء إيجابي في هذه البطولة وطبعا دي الحاجة اللي كلنا بنتمنها بطبيعة الحال بالزبطية بص يا كريم في الأول في الآخر النجاحات يعني لما بتحصل على الأرض وبتم على الأرض ده بيترجم بنجاح منظومة ما هي دي النقطة كلها ان كان فيه شكاوى وكان فيه مشاكل الفترة اللي فاتت والناس عندها اعتراضات وعندها علامات استفام على بعض الأمور اللي بتحدث إداريا أو في الداخل اللي أو الداخليات اللي انت بتبقى مش عارفها قوي بس في الأول وفي الآخر حتى لو الناس بتنتقد حتى لو الناس بتقول لك المنظومة كلها لازم تتغير لو قال لك الناس كلها لازم تتغير كل ده بيسب في الآخر لغيرة على المنتخب يعني أنا لا يمكن أشكك في أي مصري بينتقد مثلا حاجة في المنظومة أو أي مسؤول في المنظومة الرياضية عندنا أو الكروية بالمناسبة لأنه هو أكيد ده بيتكلم أو ده طالع من فكرة غيرته على المنتخب فآه فيك المشاكل فيه أمور لسه محتاجة أن احنا نشتغل عليها فيه بلانز لازم تتحط شورت ترم وميدل ولونغ ترم بلانز كل الكلام ده منتخبات غيرنا ودول غيرنا عملتها أورادي فكل ده لازم إن شاء الله يتم ويتم بشكل كبير جدا علشان نقدر أن احنا نشوف نتائج مختلفة اشتركوا في القناة